عاد بالله لله عاد بالله لله إلى مثواه الأخير زف الشهيد المتظاهر مصطفى جميل عجمي الصويطي في مدينة الكوت بمحافظة واسط وسط أهازيجة يمنأها الغضب قبل الحزن على من تسبب بإزهاق أرواح طالبت باسترداد وطنها من الفاسدين والقتلة وسراق أموال الشعب ذو الشهيد مصطفى خرجوا بمسير حاملين جثمان فقيدهم الذي حمل في صدره قبل هذا المشهد مطالب وأحلام أبناء محافظته بحياة أفضل بكثير من تلك التي يعيشونها في بلدهم المتخم بالثروات ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يمر مسير تشيع مصطفى الصويطي من أمام مبنى مجلس المحافظة المسؤول بحسب المتظاهرين عن مقتل المنتفضين وجرحهم واعتقالهم دون مسوغ قانوني يذكر مسيرة أقرباء مصطفى وأصدقائه جابت معظم شوارع الكوت ليرى ويسمع العالم وليوثق التاريخ في صفحاته جريمة أخرى من جرائم الميليشيات التي لا تحصى ضد العراقيين في مجلس العزاء الذي أقيم في منزل مصطفى وحضره جمع غفير من أهالي حي الحوراء قال أصدقاء مصطفى إنه قتل لهذه الأسباب كان عزيمة ويضط وحافظ للشعب ويضطينا يعني هذه الباقية نحن مظلومين كلها هذه باقية شي اسمها لا تعين لا شي اسمها كلها باقية قاعدة باقية الجقاية والشاب واحد ما عنده ما بجيبه ألف الحقوق الحقوق والهاي مال كلها ضايع مال الشباب برصاصة قناص الأحزاب الحاكمة ودع الشاب مصطفى الصويتي أهله ومحبيه في مدينة الكوت ليقام مأتم آخر من مآتم العراق الطويلة كنتيجة للمحصصة الطائفية ونهب أموال العراق وقتل كل من يعترض على سطوة أحزاب العملية السياسية منذ عام 2003 ترجمة نانسي قنقر